تبنى قضية الجزائر وساندها في كفاحها من أجل تحررها هو روبرتو مونيز الذي استحق لقب محمود لارجونتا ضمن صفوف جيش التحرير الوطني التحق الفقيد بصفوف ثورة التحرير عام 1959 تعود أول اتصالاته بمبعوث جبهة التحرير الوطني في بوينوس آيروس إلى عام 1956 حيث كان حينها أميناً عاماً لحزب العمال الأرجنتيني وساهم في التعريف بالقضية الجزائرية وثورتها التحريرية بعد تشبعه لأشهر بروح ثورة الجزائرية التحق روبرتو الذي أطلق عليه فيما بعد اسم محمود بصفوف جيش التحرير الوطني حيث اشتغل في الجانب التقني لصناعة الأسلحة قبل أن يستقر في الجزائر العاصمة غداة الاستقلال رحل عنا اليوم لتفقد الجزائر واحداً من أصدقاء ثورتها المجيدة